السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرسنا جديد تكلم في هذا الفيديو عن استعمالات واستخدام do كما نعلم do لها استعمالات كثيرة نحاول في هذا الفيديو نتكلم عن استعمالات do ومعانيها في اللغة الإنجليزية أول استخدام do actions you don't mention it يعني أحداث أو أعمال لا تذكرها أو لا نذكرها مثلا what are you doing ماذا تفعل يعني لم نذكر العمل الذي يقوم به what are you doing يعني لم نسأل what are you writing what are you reading what are you eating عندما لا نذكر عمل معين ممكن نستخدم do what are you doing we will do what we can to help we will do سوف نعمل أو سوف نقوم what we ما نحن كان ما نحن نستطيع القيام به to help لنساعد أو للمساعدة we will do what we can to help إذن أول استخدام نشاط أو عمل لا نذكره نستخدم مع do what are you doing we will do what we can to help to act or behave in the way mentioned to act لتصرف أو تمثل or behave لتتصرف in the way mentioned في الطريقة المذكورة أو الطريقة التي ذكرت لك أو طلبت منك do as يعني افعل ما do as تكملت الجملة افعل ما يعني طلب منك do as لاحظ do as you are told افعل ما أخبرت به do as you are told they are free to do as they please هم حرين to do as لقوموا كما they please كما يسرهم أو كما يحلو لهم they are free to do as they please لاحظ do as يعني افعل كما لاحظ are told مبني المجهول ندرسه إن شاء الله بفيديوهات قادمة إذن مبني المجهول passive voice in the present symbol يعني مبني المجهول في المضارع البسيط إذن ندرسه في دروس قادمة إن شاء الله do as you are told يعني افعل كما أخبرت من الأخبارك غير مذكور لا نعرف الفاعل معكم نستخدم مبني للمجهول كما في اللغة العربية to ask about the progress of something or someone to ask لتسأل about عن أو حول the progress يعني تقدم أو إنجاز شيء ما أو شخص ما يعني do أيضا تيجي من معنى progress or succeed نجاح أو ينجع لاحظ عندنا كلمة succeed عندنا double s الحرف الأول للسي لفضنا k الحرف الثاني لفضنا c لماذا؟ لأنه حرف السي إذا جاء بعده i e y نلفظه c مثل كلمة city إذا نلفظه city لا نقول كتي أيضا هنا اللحظة الحرف الثاني إذن هذا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الثاني لفضنا c لماذا؟ لأنه جاء حرف l-e بعده إذن أحد الحروف الثلاثة تأتي بعد c يلفظ c لماذا لنفظه k الحرف الأول لحظ c بعدين k الحرف بعد c لماذا لنفظه k إذن لحظ succeed succeed إذن ينجح إذن بعنا ينجح كيف تقدم العمل؟ كيف تقدم العمل؟ يعني كيف حال العمل؟ يعني كيف البزنس عندك على ما يرون مثلا both mother and baby are doing well both نحفظها كيلة مثل بالعربي كيلة وكلتا إذن كيلة الولدين both boys both girls كيلة الفتاتين اثنينهم يعني both mother and baby كيلة الأم والطفل are doing well يعني على ما يرون إنه حالتهم مستقرة after the birth of the baby بعد birth معاته ولادة of the baby بعد ولادة الطفل birth نحن دائما نعرف كلمة birth day birth day يعني عيد ميلاد خلاص معاته عدنا birth ولادة after the birth of the baby how is the business doing both mother and baby are doing well to perform an activity to to perform تنجز an activity نشاط أو عدنا to perform tasks لتنجز واجب to perform action لتنجز نشاط لاحظ to هنا بمعنى ل إذا جاء بعدها فعل ل لكن to إذا جاء بعدها اسم to the garden يعني إلى الحديقة بمعنى إلى حرف جر لكن هنا بمعنى to to لي ينجز to perform أو أيضا أن أن ينجز to قبل الفعل بمعنى ل أو أن I'm doing some research on the subject I'm doing يعني أنا أنجز أو أقوم ب some research إذن ببحث on the subject عن الموضوع لاحظ search يبحث يبحث بحث سم research يعني بعض الأبحاث إذا ممكن أيضا جمع ببعض الأبحاث used with noun to talk about tasks أيضا يستعمل أو تستعمل do مع الأسماء to talk لتحدث about لتحدث عن tasks الواجبات لاحظ الكلمات هذه كلما ينتهي ب ing لدينا الفعل clean ينظف بالعربي ينظف لما ننضيف لها ing تصبح نظافة إذن يصبح اسم الفيرب الفعل سنقوم بإنشاء الله بالدروس القادمة gerund بسبب اللغة الإنجليزية gerund يعني اسم الفاعل إذن بس نضيف ing للفعل مثل عندنا eat يأكل إذن من فيرب فعل لما نضيف ing eating تصبح أكل إذن يتحول من فعل يتحول إلى اسم لاحظ إذن نستخدم do قبل النشاطات هذه do cleaning يعني أقوم بالتنظيف إذن كان أمر do cleaning إذن قم بالتنظيف do washing إذن قم بالغسيل do arranging إذن قم بالترتيب do the ironing قم بالكوي أو الكي إذن ironing معته الكوي do shopping إذن قم بالتسوق do cooking إذن قم بالطبخ أو قم بالطبخ إذن do cleaning do washing do arranging do the ironing do shopping do cooking to work as something as a job إذن لتعمل أو تقوم بالشيء كعمل أو كوظيفة إذن job عمل أو وظيفة what do you do إذن سألت شخص ما هي مهنتك ما هي وظيفتك ماذا تعمل what do you do ما مهنتك أو ما هي وظيفتك what is your job ما هي وظيفتك ما هي عملك إذن نفس الكلام what do you do what is your job أيضا تأتي معنى study معنى يدرس to learn or study something إذن لتتعلم أو تدرس شيء ما إذن معنى يتعلم أو يدرس أمثلة I'm doing physics biology and chemistry إذن I'm doing يعني أنا أدرس لا أقول أنا أعمل إذن أنا أدرس أتعلم لاحظ أتعلم أدرس هذا present continuous إذن مضارع مستمر physics physics الفيزياء لاحظ pH نفضها ف physics physics فيزياء لاحظ مثل كلمة phone phone هاتف elephant feel وهكذا إذن pH نفضها ف biology biology علم أحياء إذن علم أحياء biology chemistry chemistry لاحظ ch نفضها cha كلمة chair كرسي إذن لاحظ cha لكن في المكان هذا نفضها ka chemistry chemistry I'm doing physics biology and chemistry أيضا لاحظ إذا كان لدينا list of things قائمة بأشياء مثل لدينا هذا الشيء الأول one two three لا نكتب باللغة الإنجليزية مثل بالعربي بالعرض نقول أدرسه الفيزياء والملاحية والكيميا بالإنجليز لا نضع بين أول شيئين أو ثلاث على حسب فاصلة إذا كان لدينا أكثر من شيئا نضع كما فاصلة لكن بين آخر شيئين بالقائمة نضع and I'm doing physics نضع كما لا نقول and لا I'm doing physics كما فاصلة biology and chemistry مثل أيام الأسبوع days of the week أيام الأسبوع Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday and Friday والجمعة لا نقول Saturday and Sunday and Monday and 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 إذن هذه days of the week أيام الأسبوع قام من شيء بين كل يوم نضع فاصلة آخر يومين نضع بناتهم and وهكذا نفس الشيء بالنسبة لأي قائمة كانت Have you done any sheikspere Have you done يعني هل درست يعني Have you studied Have you learned هل تعلمت هل درست أي sheikspere يعني أي شيء يتعلق بsheikspere Studied anything by sheikspere يعني درست أي شيء عن طريق أو بواسطة sheikspere To perform or produce a play To perform يعني ينجز أو يمثل perform or produce ينتج a play مسرحية نعرف play أيضا مسرحية They are doing a play next month سيمثلون أو سيقومون سينجزون a play مسرحية next month في الشهر القادم اللحظة هذا مضارع مستمر لكن استخدمنا معه ظرف يدل على المستقبل معاتهم نترجمها س سيمثلون a play مسرحية next month في الشهر القادم بمعنى solve solve يحل To find the answer لتجد إجابة to something لشيء ما بمعنى to solve ليحل يحل مسألة I can't do this problem لا أستطيع حل هذه المسألة إذن do بمعنى يحل problem معاته مسألة أو معضلة أو مشكلة وهكذا اللحظ can't هي اختصار ل can not إذن can يستطيع can not لا يستطيع اختصرها can't يحذفون حرف ال-n وال-o يضعون apostrophe دائما الأفضل أكتبها بشكل short form بشكل مقتصر أو بشكل قصير I can't do this problem Are you good at doing cross words cross words معاته كلمات متقاطعة cross words Are you good at هل أنت جيد في أو جيد في حل الكلمات المتقاطعة لاحظ doing cross words لاحظ good at good يجيب بعدها حرف الجر at جيد في bad at سيء في نحفظ هذه إذن good at جيد في bad at لاحظ good at doing جيد في حل لاحظ do يحل بس نضيف ing يصبح اسم كما قلنا سرقة doing حل إذا تصبح اسم to produce or make something produce معاته ينتج produce make يصنع شيء ما لتنتج أو تصنع شيء ما who's doing the food إذن من يصنع الطعام لاحظ who's يعني who is who لاحظ نسأل بها عن السبجك الفاعل ممكن نكسب some one someone is doing the food شخص ما يصنع الطعام somebody شخص ما لاحظ دائما somebody يستخدم معها الفاعل يكون بحال singular مفرد who's doing the food I'll do a copy for you سأصنع أو سأعمل نسخة copy for you لك for you لأجلك نفس الجملة ممكن أحذف for لكن أقدم الفاعل لأنه أعدنا بالجملة هذه توبج الفاعلين به الفاعل دو يأخذ مفاعلين به مثل العربي فاعل مفاعل به أول مفاعل به ثاني لاحظ إذن بعد حرفة جار يأتي مفاعل به الشخص إنسان وهكذا قبل يأتي مفعول به الثاني إذا أردنا نحذف for بس نقدم you بالأول ونضع copy بعدها ممكن نكتب أيضا بطريقة ثانية I'll do you a copy إذن لاحظ نفس الشيء you copy حذفنا for إذا وضعنا for نضع copy for you نسخة لك I'll هي اختصار I will اختصرها نحذف WI هذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن do واستعمالها واستخدامته بعض المعاني اللي تتعلق ب do أخذنا بعض الأمثلة عنها إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو لأصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته